ونتكلم شوية عن تفاصيله الإنسانية مهتم أعرف تفاصيله الإنسانية ناشئته كان شكلها إيه حياته كانت عاملة إزاي السعوة والصعوبات اللي كان بيواجهها التحديات اللي كانت ممكن تأثر عليه بس هو صمم إنه يكمل مشواره يعني عايزة لمحة إنسانية كده عنه شوية هو في الأول زي معظم مطربين الفترة دي هو حفظ القرآن الكريم وهو صغير فده ساعد بشكل كبير جدا إنه مخارج الألفاظ أو الحروف عنده تكون سليمة تماما في التوقيت ده وكان أكتر مقرئ هو بيحبه كان الشيخ محمد رفعت كان بيحب يسمعه يوميا وبعدين كمان هو أخذ فترة تعليم بسيطة جدا في مدرسة اسمها الدبوين يعني كان بيقرأ ويكتب كويس حل وكانت اهتماماته كمان اهتمامات فنية في الأساس مرتبطة بوزلته أكتر يعني أنا قريت أكتر من مرة أنه كان يوصي يبقى مهندس لأنه كان بيحب عمال النجارة والمكت والحاجات دي جدا وكان عنده بقى هوايات خاصة هو كان بيحب تربية الطيور والأسماك طول الوقت وبيحب تربية الكلاب جدا حتى بيحب الحيوانات جدا جدا حتى لما يعني ساب بيته في منطقة وسط القاهرة ونقل لمصر الجديدة في فترة حياته الأخيرة كان فيه شعر غنائي مشهور جدا محمد علي أحمد اللي كتب له الغرية والأغاني الأولى دي كلها كان جاره وكانوا هما الاثنين بيحبوا تربية الحمام جدا فكانوا مشهورين بالمنطقة أنه هما أكتر حد تقريبا عندهم حمام في المنطقة اللي بيحشوا فيها في مصر الجديدة دي حياته الشخصية وما كانش بيحب الصهر خالص واضح أنه هو كان إنسان مستمتع بوحدته يعني كان بيستمتع بعزلته لأنه كان مقلف ظهوره ومقلف لقاءاته ما كانش شخصية اجتماعية يعني منطلقة زي فنانين كتير واضح أنه هو كان إنسان بيستمتع بنفسه جدا وكانوا القريبين منه محدودين جدا يعني كان أصدقاءه القريبين مثلا المطرب الكبير عبدالغاني السيد كان صديقه الشاعر محمد علي أحمد كان صديقه هو كمان لكن بقية الزملاء في الوسطة الفني كانوا على مسافة قريبة منه لكن ما كانتش علاقته بيهم مرتبطة جدا أو قوية قوي يعني كانت علاقتهم بسيطة في المناسبات أو في الإزاعة أو في الأمور أو في أعمال فنية مشتركة لكن هو ما كانش بيسهر ما كانش بيخرج كتير خالص كان بعيد عن الصحافة وعلاقته بالصحفيين كمان محدودة والصحفيين كمان اللي قربوا منه في حياته يعني ممكن نعديهم على قديلة يعني قليلين جدا والدول كان كمان كاليوم فضل مهم جدا أنه بعد وفاته نقلوا تفاصيل كتير من حياته الشخصية قادرت توصلنا عن طريقهم لأنه هو لما كانوا بيروحوا له البيت مثلا كان بيرفض أنه هو يعمل حوارات معاهم أو أنه هو يعني يديهم حاجة حصرية للصحافة أو هكذا إلا إذا كان بقى فيه مشروع فني قوي جدا هو يعني حابب يتكلم عن تفاصيله أو هكذا بيتكلم عليه في التوقيت بتاعه لكن أنا أعرف أصدقاء موجودين حاولوا أكتر مرة في نهاية حياته أنه هم يقربوا منه أو يستجيلوا معاه وهو كان بيرفض تماما بكل الطرق يعني ما كانش بي كان دايما يقول أنا ما عنديش حاجة أقولها يعني اللي حابب يتعرف علي ممكن يسمع الأغاني بتاعتي أو أنا بزمان في بداياتك كلمت عن نفسي ما عنديش حاجة جديدة ممكن أضيفها للقراء خلينا نتكلم عنه كمان كفنان كان مواكب جدا للأحداث اللي كانت بتحصل الحقيقة وكمان على المستوى الأغاني الوطنية اللي كان بيقدمها وكان مهتم جدا بالأحداث الوطنية اللي كانت بتحصل في الفترة دي كلمني شوية عن الجزئية الوطنية اللي كانت موجودة فيه وتقديمه للشكل ده من الغنى هو ارتبط بمعلومة كمان للأسف معلومة خطئة أنه هو أول مطرب غنى لتصورة يوليو 52 هو كان من الأوائل اللي غنى لتصورة يوليو لكنه ما كانش أول صوت يغني لتصورة فيه أسامي قبل وغنة مشهورة زي شهر زاد وزي ناس كتير مثلا لكن هو كمان لو فكرنا أنه مثلا عبد الحليم حافظ كان هو المعبر عن أغاني الثورة وقتها أو أفكار الثورة وقتها زي بستان الاشتراكية أو حكاية شعب أو هكذا فأنا بشوف أن محمد أنديل كان هو الضمير بتاع الثورة لأنه كانت أغاني لصورة يوليو كانت موجهة للفئات الأبسط من المجتمع الفئات الحرفيين والعمال والفلاحين وقتها أكتر من عبد الحليم حافظ كان حتى معاني الأغاني زي على الدوار مثلا راديو بلدنا بزيع أخبار دي كانت أغاني مرتبطة أكتر بأنديل لكن عبد الحليم حافظ كان بيغني لمنهج الثورة نفسه لكن أنديل كان أقرب للناس البسيطة في التوقيت ده يمكن اللي فرق أنه عبد الحليم حافظ كان عنده مشروع شعرة كبار بيترجموا الأفكار دي زي الصلاة جاهين زي الأب نودي مثلا زي هكذا لكن مثلا على مستوى أنديل لا ما كانش ده موجود كان بيغني لشعرة عاديين معاني وأفكار بسيطة مرتبطة بإنجازات الثورة أكتر وقتها ده كان الفرق من وجهة نظري ما بين الأتنين لكن أنديل كمان تقريبا ما فيش مناسبة وطنية ما غناش فيها تقريبا بتسد العالي العضوان السلاسي على مصر بعد وفاة رئيس جمال عبد الناصر فترة رئيس السادات غنى في الحرب في 73 غنى حتى في زيارات الملوك والرؤسة المصر كان بيغني في الوحدة طبعا ما بين مصر وسوريا في 58 كان لي أغنية مشهورة جدا اللي هي أنا وقف على الأهرام قدامي بستيني الشام مثلا الملحن عبد العظيم عبد الحق دي كانت مشهورة جدا وكان كل ما بيسافر سوريا كانت بتطلب منه في التوقيت ده تقريبا هو المطرب كمان الوحيد اللي سافر كل البلدان العربية وغنى في مناسبات مختلفة في الجزائر في اليمن سافر حتى العراق سافر المغرب العربي كله كان محبوب وكان ليه شعبية كبيرة جدا في الدول العربية كلها حتى آخر حياته وأنا فاكر كمان في تسجيل مشهور معاه في الجزائر لصحب الجزائر كبير جدا قاعد يفكره بأغانيه بمناسبات والصحبي ده هو صغير كان بيحضر حفلاته وقاعد يفكره بيها وهكذا قاله انت هنا لجه جمهور كبير جدا وبيحبوك يعني هو محبوب جدا وحقيقي ما خادش حقه زي ما كنت بتقول وتعالى نتكلم شوية عن علاقته بمحمد فوزي خلينا اقول لك انه انه على المستوى الفني يمكن فيه تشابه بسيط انا كمستمع عادية جدا يعني مش مش لناقضة ولا بحيثة فنية ولا اي حاجة كمستمع بحس انه فيه تشابه ولو بسيط ما بين اغانيهم في الروح الحلوة في الموسيقى الحلوة في الحياة اللي بيقدموها من خلال اللحنة او من خلال الكلمة الخفيفة القريبة اللي بيقدموها معرفش انه صحة ولا غلط حضرتك تقولي هو كان فيه فعلا تشابه ما بينهم في فكرة كمان انه الاغاني كان بيتميل طبع البهجة اكتر ايوا بالزبط كده بالزبط اغاني سعيدة اغاني مبهجة في معظمها صحيح بالزبط في معظمها ده غير انه كانت بتجمعهم علاقة صداقة كلمني بقى عن علاقة الصداقة علاقة الصداقة ما بينهم اتكونت على طول الخط وتحديدا من اول محمد فوزي قرر انه يأس شركته مصرفون كان حريص جدا ان اول صوت يمضي معاعد احتكار للشركة قبل مجلسوم نفسها كان محمد انديل لانه كان معجب بصوته جدا وكان كل ما يسمع اغاني يقوله الاغنية دي هتبقى اغنيتي في الشركة انا هسجل ده على اسطوان المصرفون وسجل معا اغاني مشهورة جدا منها مثلا جميل واصمر الله ويقال ان الاغنية كانت مكتوبة فعلا لزوجة الفنان محمد فوزي الفنانة مديحة يسري اصلا ويسجل معا مثلا غير جميل واصمر عمل ابو صمرة السكرة مثلا ودي كانت اغنية نكحة جدا في التوقيت ده هي كل اغاني الصمرة نكحة الحقيقة يعني عشان برضو نكون عارفين فالاغاني مبينه ومبين فوزي كانت علاقة صداقة اكتر منها علاقة شغل وطبعا حب محمد فوزي مديحة يسري طبعا دي كانت قصة حب جبيرة يعني وطبعا الفنان مديحة يسري كانت من ثمروات الجميلات على الشاشة المصرية طبعا يعني اكيد فارتباطه بفوزي كان عن طريق شركته مصرف هون وبدأ بقى محمد فوزي يحتكر صوته يحتكر بالشكل الايجابي مش بالشكل السلبي يعني انه كل اغاني انديل او معظمها في التوقيت ده تبقى حصرية لشركة مصرف هون بعيدا عن التسجيل الازاعي للاغنيات دي بشكل حصري يعني ترجمة نانسي قنقر